عصام أبو خالد مرحبا ضيفنا اليوم وما بده واحد يبلش شوي هيك واسعة شاغل اولا بالمسرح بتعلم تمثيل بتمثل بتكتب مسرحيات اخر بتكتب مسلسلات واخر المسلسلات الهايبي اللي شهر كتير احد كتابه الاساسيين بتعمل كوتشنج للناس اللي بها تطلع تقدم برامج كمان بالبرامج كبرى ارب ايدل وغيره شو باع بده واحد يزيد اول البرامج تبع بلبنان يمكن الفين وست سبعة على المستقبل ومسيري طويلة بس انا حيبلش معك بالمسرح ورح نرجع نمشي فيهم كلهم من خلال التجربة صارت معي وقتها رحنا على بريطانيا وكان رح نحضرنا مسرحيه كانت هي ببرودوي ورجعت انتقلت على لندن عن قصة شي مرض نفسي للناس اللي شوي انطوائيين انا فيت على المسرح ان اوكي بدنا نحضر مسرحيه يعني واز اكسبرينس يعني مستعملين السوشيال ميديا بالاضاقه يعني بيضوي ستوديو هو بيصير جوات الايباد هو على المسرح كل شي بس الاضاقه في فرقه عم بتدق وعم بيغنوا هن لايف الحركة اللي بالمسرح يعني في شي بيقلب بالمسرح الدكور كيف كله بيقلب بجت هائل لشين احنا بلبنان لاسباب ما خاصة باعتقد كل الوقت موضوع الابداع بس خاصة بسوق هل ببلد مثل لبنان بعد فيه امل لنشوف المسرح 2.0 3.0 4.0 اغلب المسرحيات اللي انا عم بحضرها اخر فترة شخص ام شخصين على مسرح بالله تهيه احسن فيه افكار بتكون عظيمة ايام فيه اداء بيكون عظيم بس ما عم بقدر حارب الشعور انه بالمشهدية في شي عم بصير مكرر مش لانه هو مكرر بس لانه ما فيه كون كل المسرح شخص وشخصين ما انت عم تسأل وعم تعطي الاجوب من ضمنهم فعليا اول شغلة امتن هذه الاشيه بتاخد محله بالشكل مش بديقول متطور بالشكل لمبلور للمكسيموم امتن يعني بعطيك مثل اذا انت بتروح على مجتمع همه الاساسيه كهرباء وبنزين همه الاساسيه هي الاشيه الاساسيه لأدنى بقاء على قيد الحياة وقت اللي بدك تجي لتروح لالشيه لبعده بالمجتمع بمحل معين بيعتبره هو كماليات همه كتير صعب تجي تقل له لاك انا لاك لوان بدي اعمل هادا الشيه ارفت علي كيف لاي مستوى بدي اوصله لاي مستوى بدي اصرف عليه بالوقت اللي انا انا عاشت تجربة عملتها تجربة كنت عم بخبرك ايها هلا بنحكي عنا يعني لحد الادنى من المتطلبات تقدر اعمل حياتي حياتي اليومية هي هي نضال وهي جهاد البقاء يعني هلا نزيدها هاي دي بشمالي 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 هارفات الفكرة هون قد ما يكون عندك انا برأي منه ناقصنا بداعها هي ناقصنا انك انت الاشياء تطلع كلها يتساوى بنفس المستوى متل ما كل المجتمعات بتنمى متل ما كل شي بيطلع وانتبه بفترة من الفترات حتى هذه المجتمعات اللي هي كان المسرع عندها مجزر ومقصل من مئات السنين وعب يتطور بلاحظة النكاسات رجعت لانواع من العروض اقرب للناس وتسكر تزم مش لانه بس مشان المصاري لانه هي حالة كمانة انت طبعا انا اليوم بتاع قلي اعمال عرض عصام بكلف انتاجه مئة الف دولار بللك لا انا واقع زماعي مئة الف دولار هلا ما برحام مسرحية مستحيل عم مسرحية خيل لو بدا تجيب لي شو لو بدين صنفوني العبقرة تبع العبقرة تبع اهمة اهمة حدا اضع بتاريخ المقام ما بيهمني اليوم انت وقت بيكون معك مئة الف دولار ما بعمل فيهم مسرحية انا شخصيا بعمل فيهم كتير اشياتانة عم تحكي بالشغل يعني ايه عم بحكي عم بحكي بعمل فيهم كتير اليوم لانه بالنسبة لقلي حتى انا انا مهووس بموضوع المسرح ومهووس بكتير بش مهووس بالمسرح بكل شيء له علاقة بحشن طبع اخي شغفة هيدا اليوم بتاع قلي لك خوض اهودي المصريات عمول فيهم بحسة جريمي يا زنبي والله العظيم بحسة جريم بهذا الوضع انه انا اقول عم بعمل شغل اعرفت علي كيف بكلفني مئة الف دولار ما في شيء تاني مرعب بالعمل ايه انا معك بس بتاعرف وين اللي هيك بصير في علامة استفام اوكي المئة الف دولار عم سرحية رقم مخصوصا بها الايام بالبنان بالبنان اكيد بتروح بتشوف لك شيء برنامج على التليفزيون بس انه في شيء بالمستوى الاطار التقليدي تبع شو هو شيء في حد ادنى من الاحترام الفورما مش ضروري الطريق التقديم ابي نحط عليه بالحلقة عشرين وخمس وعشرين في دولار انا في برامج شغل عليها حطينا عليها مدر كم مليون دولار اه اذا عم تشتغل على البرامج الاقليمية خيال هول برامج للاستهلاك السريع يعني بتحضر الحلقة خلصت بتكبه اكيد ما بتبقى المسرحي عادة سقفية مشغولي مظبوط بتبقى يلحط عهو بس ما يلحط عهو رح قللك شغلي جاد انت كم قداية صار لك تشتغل التليفزيون اح ضع الشيء تسمي التليفزيون بعد عنده نشرة سقفية عنده برنامج سقافي ما فيه ما فيه هل عمشاري بقولك يا اساسا في مشكلة بالدفينيسيون سقافي على التليفزيون بعد الفكرة انه بده واحد يبقى تبيب ويعود على الهواء وحط كتبان وكتبان وراوي المهم انا برأي نحنا مش الازمة نحنا هايدي الخبصة اللي علقانين فيها هي كيف كل الاشياء تنمى مع بعضها كيف كل الاشياء المجتمع كيف بيتطور وكيف بيبني اولوياته وبيبني القصص تبع مفهوم المجتمع خيه هاده هاده مفهوم منو منو نحنا عنا لهلأ في نقاش حاوله نحنا منحكي بالهوية وبيبني مش مزبوط هايدي 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 هوا هاي شو بقوله هايدي العنوين اللي منحبيني ايشا نحنا في عنا شيء اساسي لهلأ منو واضح خيه نحنا هاده المجتمع كيف ببينما والمجتمع تحكي يعني تحكي عن الاقتصاد والسياسة والعادات والسقافة والفن وكله يتساوي مع بعضه انت اليوم ولا مرة ولا مرة عبيقدر هاده المجتمع يتطور متل ما بيمشي بالمسار الطبيعي او بده تطغى السياسة على اشياء تانية او بيضغى الاقتصاد على اشياء تانية او بتطغى الحرب على اشياء تانية او بيضغى الدماء الانهيار او كذا او كذا فبالتالي كل الناس بحالة كل واحد عم يفتش كيف يقضي رضايين عرفت علي كيف فبتبلش هون الاماها كله مربوط ببعضه ما بتقدر تعمل فن وسقافة هالقد هالقد متقدم وانت في عارف حالك انه ما بدي احكي بس عن الرقابة تبع الدولة حتى الرقابة هاي دي شو اسمه ناطرتك المساري بالعائق قدامك الانتاج يعني الجمهور وامكانياته الفنانين وامكانيات التزامهم كله هذا مربوط ببعض وقت ميكون في عندك هادا الانهيار التام يعني عرفت عليك فبتروح للحلول الحلول كمان هي سورفايفينج مود يعني انا عبضليني يجرب عايش حالي وقوله انه لا انا عم بعمل هادا الشيه لقول انه انا بعدني موجود انا بعدني عايش طيب بس مساء انت اول شي وقت واحد يكتب لمسلسلات اما افلام ويشتغل كوتشنج لمقدمين اما تعليم تمثيل انت في عندك مداخيل قادر تعيش من خلاله من دون المسرح مية بالمية ليش بكتغل مسرح ما هون الفكرة برجع بلك خصوصا بالعوائق وبالمطلق اشبكتغل مسرح اكيد لازم واحد بحب شغلي باشن بس اذا بتصير عم بتضيق عليك الدنيا لا لا انا ما بعمل مسرح لان دفور ما بعمل مسرح لانه هادا واجب عندي ولا ولا انه لازم انا كمخرج مسرحي ولا كممثل ولا كثبت اني موجود ابدا انا ما بعمل شي مع بالي اعمله هذا واحد ما بعمل شي مني من جواتي حاسس انه خلص هلأ واتعمل ولهاك اللي بيشوف انا في مرات يقطع اربع سيمة مع مسرحية بتجي الثاني بعمل ثلاث مسرحيات انا بالالفان وسبعة عامل ثلاث مسرحيات وثلاث مسرحيات يلا بعدهم في المسرحية اللي هلأ صفحة سبعة بعد اللي هلأ عايشي كلمة منعيدة بترجع بتفول بالفان وطمانطعش وقتعملت كارنيفوروس وعملت مأساتي وعملت كمان اشي تهدي فيه غيب فترة مأساتي بتذكير على البابت الا علاقة بي انا شو عبالي وشو عجاد الشغف ما تستعوي ان هدا الشي وقت بيملكك انه انا خلص بيطلق هلأ لازم اعمل هدا الشي هلأ في مرات بعمل عفكرة برنامج بتسلى فيه كتير بعوضلي مش بالمساري بعوضلي بانا انا الحاجة بيني وبين حالي بعوضلي عن هدا الشي مش معنات انه هيدا افضل من هيدا ولا هيدا هلأ هيدا انا هيدا شخصيتك انا كيف تشتغل هلأ اليوم بيلك اذا بتسألني شو عبالك بيلك عبالي مسيل هلأ اليوم هواسني بدي مسيل عبالي مسيل مسرح وسينما شو اللي بيحرقن هوا ليش ايام مسرح ايام كتاب ايام مو بعرف والله مو بعرف انه هاك عبالي هلأ انا بهالفترة اشتقت انه اطلعوا مسيل فعبالي مسيل يعني هدا هاك بصراحة طبعا هلأ اذا عبالي مسيل مش معنات ابوقف كل شي تاني انا حدا وعالفكرة انا حدا كتير مبسوط بالشي اللي بعمله حتى قدمة بنق واذا بدك وقدمة بعاني وقدمة بتعزب وكل هدا الحديث انسى انا مبسوط بالشي اللي بعمله وما بعمله حتى الاشي اللي بيعتبروا الناس انه ما هو برامج تليفزيون للاسهلاك تجاريك انا وعن بعملهم بكون عم بعملهم وعندي متعة كتير كبيرة انت اهتمامك بالاول وقت قلت بدي روحه هيدا المحل شو كانت مصادره بس حبا بالتمثيل ولا كرياتيفيتي بالمطلق ولا كيف قرار دي اعمل هالاختصاص يمكن فيه بارت منه اللي علاقة بالسياسي اه بالسياسي بالسياسي مش بالشكل المباشر بالسياسي انا كنت حدا نحنا من عائلة شوية غريبة عجيبة التركيبة طبعا كتير عيل بلبنان وعيل من اللي انتحنوا بالحرب الاهلية او لاسباب سياسي او لاسباب دينيه يعني نحنا انتحنوا بقيا معنا تهجير وكذا تهجير وطحن على كل المستويات نحنا من الناس اللي اسمنا ما بتركب على الطايفي تبعنا بالمفهوم اللبناني والخيار السياسي اللي كنا هيك شوية صغيرة اخدوا بيه وبعدين انه كلها مش لنورتنا بس كل واحد مننا اخد خياراته ما بتزبط مرات بالدين بالمنطقة اللي انت فيها ولا ما بتزبط على المنطقة اللي انت فيها يا ع اسمك يا عم انت قتلك فانا اكل قتل مرات على اسمي ومرات اكل قتل عم بحكي تير قتل قتل خبيط لا خبيط ومرات محتوط يعني انا زامت مدري من كم مرة هاك بالغلط يعني نصمت من توقيف على حواجز من كان لأسباب سياسية او لأسباب طائفي او للأسم هاي باية عمر كنت انا اول مرة واقفنا على الحاجز ما بتصدق كان عمري خمس سنين انا وبي وخالي الله يرحمه انت نايناته اي سنة اه بال يمكن سبتة وسبعين اه بداية الحرب اه قفنا على الحاجز طيار واقفونا هون مشان الهوية نسوا الانتماء السياسي تبع بيه مع انه كان بيه معروف بالانتماء السياسي تبع وقفنا هون على الهوية خلص تسقط ديك تجي ديك هو شو كان بيه بيه صاري كان نائبهات كذا شو بس مسيحي فبالتالي ونحنا عسامينا العيال تبعنا مبتوحي عيصان بو خالي خيب هين مدى تركب يعني عرفت عليكي فانه بيه حدا كان هاك من هون نائبيين يعني مما بتسأل بالنهادة كله بيعرفوه انه مخايل بو خالي مخايل بو خالي وعم الياس الله يرحمه كمان بس بنفس الوقت عسامي الديسين كلهم خايل ولياس وعم وخيراتهم عملوه هاك بتعرف لان وقته كانت النائبات جارفة النفس اليساري والليه طبيعيه طبيعيه والبابا عنده من وقت فلسطين عنده تاريخ حتى من قبل ما يكتشف السياسة من الانتماء على فكرة كتير غريب هذا اللي ناس بينسوه بتعرف انه مثلا انا بيه بيخبرنا وقت النكبة كان بفلسطين بيه بفلسطين راحوا عم بيحاربوا مش لانه مسيحية لانه معتبرين انه عبتسقط عبتسقط المكان للمسيحية هذا فلسطين خيه نحنا اليوم صارت مربوطة وقت تحكي فلسطين تحكي بيه المنطق شوية صغير الاسلامي لانه صارت مربوطة بالاقصى بس ما حدا بوقت النكبة انا عم بحكيك البابا شو مخبرني وكيف فلوا من هناك فتدفع تمن كتير هلا انا حسمت خياراتي بالواحدة وتسعين يعني وقت اللي عملت اعادة مش اعادة هاي بتعملها يمكن العلاقة بكيف تتطور كيف تفكر كيف تصير هاي وعملت ايا بايا طريقة بيتصالح مع السياسي مع انه انا بتعرف يعني انا كتير شرس بالسياسي وانا كتير ناشط بالسياسي كتير يعني ما ابدا مني مش انه من هو طبع انه انت سياسي نيعا لا لا ابدا سياسي مننا نيعا ابدا الناس اللي بيشتغلوا سياسي يعني نيعا في فرق كتير يعني طبعا عرفت؟ فهيدي التركيبة كلها انا بتصور دفشتني لمحال كتير غريبة يعني اعطيك مثل انا مسلا بالسنوية كانت يمكن من اشطر التلميذ وكان لازم حسب علماتي بالمات وبالفيزيك وبالما اطلع حدا من هاوضي سياتيجي اه على اكيد انا حدا علماتي كانت بتخوف يعني وكتير شاطر كلنا يعني بالبات احنا اللي عم بي قصر مع كل التاجير انه ما نموع نترك المدرسة مع انه انا كنت من ال 14 سنة جاهز لأترك المدرسة انا عايش بالشارع يعني كنت اعرفت؟ فبوقتها كانت وقت اللي بيكون في عنا احتفالات بالمدرسة اول واحد بيكون بهاو المسرحيات ودبكة وما بعرف شو كذا وقت اللي بيكون في اي حدث سياسي بسكر المدرسة من هاو طبعا بنعمل اعتصامات مع خطاب مع كذا وانا تربية مظاهرات انت وصغير ما في قصة حاجز الخوف لا 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 ابدا ابدا نحنا انا بتذكر وقالت كنا ننزل مظاهرات يدعي الى الاتحاد الوطن للنقابات لعنى كان البابر عيس نقابة التهاتش 18 سنة متطوع بس مشان ما احدا يجي شو اسمه ومش قال انا بيهبري كان بعض في نقابات ايه فباي كان وقتها ننزل مظاهرات انا من الناس اللي كنا هتيفي يعني انه فاقتربة بطريقها بتصور المسرح هو شي بنغنش لك هذا المحل سبكتاكري ايه انا مثلا بتذكر مر انا من الناس اللي بعد ذاكرة هيك فلو براسة شو شو لانه انا حاضر جحى على الخطوط الامامية اذا مني ذاكر على كتاف بيه بعروس البحر اذا كان في احتفالات بتصور شي لال بس تبعدك مذكرة يعني معلمة بحار فبالتالي في شي مبنى جواتي هذا الخيار انا وقتلت الخلاص السنوية ما قدمت ولا على اي اختصاص داني رحت على المسرح وعملت ازمة عند الاسادزة وعند باية وعنه لا شو لازم اطلع مهندس انا خي كمال كان كمانة يعني هندسة كمال مهندس الالكترونيات واتصاليات حدا يا لطيف يعني يخز العين باري من الكوكب صار هلا كاختصاصه فانا فدت على هذا شي فدت على الجامعة مسرح ايجي تحارب التحرير بعد بفترة تطريت سافر رحت عملت سنتين هندس طيران مدني بكييف لانه جاب لي البابا منحة من الناعبادة قدير بدوا يسفرني بدوا يفلل بيهو سنتين جابي ثلاث منحة تفوق برامت ظهري ورجعتك فات مسرح فانه بالنسبة لقاله خلص هذا خيار اخدته هلا في ناس بتقول شغلة انه بين العمل السياسي اما الاهتمام السياسي والفن فيه اكيد تلاقي بالهموم بالاشكاليات الاجتماعية ولكن فيه تعارض بشغلة اساسية العمل السياسي اذا بدك موصوم بمحدوديته يعني انه حتى بيصور انه فن الممكن وبتصير المساومات السياسية بده تصير ضمن موازين القوى على شو بتقدر تعمل يبطي في احلام بينما الفن قادر ياخد كل شيء لاقصى وقدر يوعدك بعالم احلى ولو بالفكرة بقى هوب يعني فيه شي بتحسه بيكززلك نفسك خصوصا عم بحكي هوم البلد يعني برداءة الحياة السياسية وتكراره اذا واحد بده يكون هيدا الشرارة طبعا المسرحة اما الفني بالمطلق بتحس فيه خطر يحطه بعلبه لا الفن؟ ايه حسب يعني سيد الفن هو وظيفة بالسياسية اه هذا كمان هذا جزء كتير خطر بالمفهوم طبعا بتقول اعمال الفنية السياسية ولا المسرح السياسي اللي هن بيفكروا ان المسرح السياسية معنات انت صرت بوق لا فكرة ولا لا ايديولوجيا وانتبه الانظيم بتستعمله كل الانظيم بتستعمله ومش من هلأ من زمان كتير بس هذا كمان على علاقة بخياراتك انت لانه كمان فيه صحافة البوق وفيه كتاب البوق وفيه كله وفيه اليوم سوشال ميديا البوق واضحين بيطلعوا بيستشرسوا عليك اكتر ما بيستشرس عليك الزعيم هو نفسه هلأ فيه كمان شي كتير خطير بين السياسي والفن انه قارتين لمصطلحاتنا مين قارت من مين بالسياسي انت دايما اذا بتنتبه وبتستعملهون فكرة التمثيل ام الفرق نحنا منمثل للناس هني بيمثلوا على الناس او بيمثلوا الناس او في منهم بيمثلوا بالناس ام فكرة انت كل مصطلحاتك مسرح الاحداث مسرح المدري شو السيناريو المعتمد لها شو هلأ هلأ سمعك عجلسة انتخابات الرئيس صاروا بيسموها من مصطلحات الى علاقة ببرامج فنية او كذا فبياخدوك لمحال انتبه هذا على الوقت بتصير انت تعمل يعني كلمة وقت بتسمع تعمل هذا الرابط وبنفس الوقت بيقلك الفن رسالة وبيطلع لك هداك بيقلك انا العمل احنا رسالة عنا ففي شي هاكي ودين رسالة كمان كله بسطجية ايه كله بسطجية فهدا كمان حساس الموضوع بيبقى هون انك برجع بلا كي بترجع ساعته للأساس الرجل ولا الشخص ولا اي بني ادم عم يشتغل بالسياسة واي بني ادم عم يشتغل بفن الخلق والابداع وكذا وكذا بترجع له انت بدك هون تكون ولا هون بدك هاكي تكون اخر شي هادي خيارات بتعرف شو هكي حتى وقت البرنامج في سؤال واحد بيسأل حاله يعني وقت تكون عم تشتغل بالاخبار ما بتسأل حالك اسئلة برات انه فيه فورما موجود بدك اعمل تقرير جواته تشتغل على تقريرك اكيد تشغل راسك بشوية قصص بس مش متى وقت يكون في برنامج هيدقلك بدك انت تقعد تشتغل فيه بتسير بمعضلة وتصور عندكم بعد اكتر انت اخرت هالعمل هو هو تواصل مع الناس هو بدك الناس تحب من المال بس ما بدك تعمل شو الناس حبت تسمع من المال هيدا التوازن صعب ايه كتير لانه فيه قصص بتقدر تعرف انت عم تكتب هاي بتقلع هاي ما بتقلع بعدين بتحس حالك تفكر بالمنطق انت عم تشتغل ميكانيسيا يعني مية بالمية عم تشتغل ديليفوري عالطلب او سير دموند يعني انه والله هذا البيعجه فهم نمشي هيك وفيه ناس بتشتغلك وبتشتغل وعنده مثل الراسات يعني فيه يحطوا كل الوقت انه هلا بحاجة صار قطع خمس داقة لازم نعبدنا ضحكة هون بدنا البانش هون مثل حتى بالبرامج حتى عفكرة بالمسرح انا فيه مسرح بحضر وفيه له فورما اكيد في كل شعلات هلا بيطلع بيحكي شوية من قطع غنيتان هو ما عارفش بدي غنيتان عادي عادي مع هاي ما عابلك هاي رسات وفي عندك الشي التاني اللي بيظهر برات هيدا برات هيدا مع مخاطر الخروج منه طبعا هلا هون برجع بلك هي العلاقة بالشخص انا من الناس اللي انه عم بشتغيل وهذا حتى مع تلميزة هيدا الشي بفلت لانه اللحظة اللي بدي قلجهم خيالي كارسي مبعد انا بروح بس عندي ثقة صارت كمان هاي العلاقة بالخبرة وبالتجربة وبالتجربة وبالشي انك انت وقت اللي بتصيب مع حالك وبتحط الاشي اللي انت بتعنيك وبتتحدى بتحطلك هاي التحديات انك تطبقها انت ضمنيا متأكد انه هذا الشي رح يثير حشرية الناس واهتمامها فبتالي حتصيب وقال له ثلاثة رواح مسرحيات ما كنت عملتهم لانه بالمنطق الجماهيري هني بريسك كتير كبير وفي احتمال كانوا يعتبروا انه من المسرح النخبة والمسرح المبعد شو اللي بيجي عليها عشرين شخص قام طلعت النتيجة انه اشتاحوا الناس المسرح صرنا نقلهم للناس يفلوا وهي عم بحكيك من تجربية تاني مسرحية اللي هي ارخبيل اللي كانت كل الناس متوعين مسرحية تمهرجانات بتجنن لانه الطرح طبعة كان كتير مختلف عن كل شي موجود مش بس بلبنان وشكل المسرح كل شي اللي هو مسرح تجريبي متطرف بس انا في عندي شغلة كمان انه انا طالع من الشارع فبالتالي لو قدم عقد الحبكي طبعي ولا النص طبعي هو في شي بمحل اذا لمسني بيلمس الناس اللي انا فبالتالي الهلأ اغلب الوقت كتير بصيب حتى باكتر المسرحيات راحوا بالتطرف للتجريب كمان سؤال عن اللي بيشتغل بهايك جو خصوصا بالكونتاكت المباشر مع الجمهور الفيلم له غير الطبيعة كيف كيف الفنان بيتعامل مع هاي واللو انا بتخيل اذا واحد عامل مسرحيه مفولي وكذا وفيه التفاعل من الناس وخلصت المسرحيه اذا اقفوا العالم انت بمحل نفسيه عالي فيك فيك ترجع على البيت فيه ناس بصيروا يروحوا على التحشيش على وات افر يعني بس يعملوا توازن على الشرب اما على السهر فيه ناس بيروحوا بيسهروا واللو كمان اذا عملت لك شي عامل ما نجح اي بيعمل لك احباط لانه هذا الشي خلقته يعني منه شي انه بعم بيع هايدي ومن باعت يعني هذا الشي انا خلقته هوا اتنان كيف واحد بتعامل معهم لك ما انا انا صراحة يعني هاحكي عن اول وحدة هااا اكتر استراس بيكون عندي افكرة هوا قبل العرض مع الناس يعني قبل الافتتاح هو العرض اللي انا بدي شوفه عرض الاول ايه اللي لقلي انا اللي قاعد وعمشوف كل هدا الشي اللي عملته نجمع كيف هيطلع لأنه في عندي قدرة دمر شيء هالقدي كان صرت عباني لأنه ما أنا عني فيك تلغيب رياحة؟ أنا ببنفسج واحدة من أكتر المسرحيات اللي أخدت هيك ضجة باللي عملتهم هون وبالعالم لأنه برمت فيها كتير ببنفسج أنا بتذكر كان الافتتاح يوم الخميس يوم الثلاثة بالله لغيت السينوغرافية طبعا كلها يعني أنت عم بتعمل إعادة إعادة للإخراج طبعك للمسيين معك بينهار وعندي المسلان كان سعيد سرحانو برنادات حداب ما تستعوين هذا الممسي اللي عم تقول له أنا صار رمضر يديا عم نشتغل بس أشفته هذا الشيء قدامي إلغيت السينوغرافية كل شيء له علاقة بالسينوغرافية يعني الناس بيقولوا لديكور بس إيمانا ديكور هي أكتر نصفته وقبل 8-40 ساعة ورجعت عاد إعادة تصنيع زبدك لا، أوكي عندي الجرأة أعمل هذا الشيء بس عندي الجرأة لأنه كمان أبعرف شو المواد البنئدي صار عندي القدرة أقدر ولهيك أنا كتير نيقى بالفريق طبعي لأنه بقول أنه على قد مبدك قد مش هلا عم بحكي كليشيات بس عن جد عم بحكي أنا محظوظ بمجموعة حولي كتير 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 شاطرين كتير مهبوبين بعكل المستويات إن كان خياراتي بالمسين ولا خياراتي بالتقنيات ولا خياراتي بالسينوغرافي ولا شيء بس ما عم بتعيني شوي مع التراجع بالبلد بشكل عام في ناس بتفلفل في ناس بتروح ببلا كتير يعني أنا مسلا مأساتي حلمي أرجع إذا رشاد مش هون وما بدي أعمله مع أحدا تاني لأنه ما في أتخياله مع أحدا تاني حتى لو جبت حدا هو اللي كان عم بيحرك رشاد زعايتير فعل أنا بيشتغل برا يعني رجع عم بيشتغل مع الجزيرة أطفال ببروغرام يعني كان إيه بألك ما فيني مسرحي أنا برأيي لهلأ 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 بعد ولا حدا عمل مثلها ولا حدا حعمل مثلها من هلأ لفتح اوه تذكرها صراحة يعني كان بالكتابة النص صبع ولا إخراج ولا التحريك ولا الأداء اللي بدك يكله على بعضه هالباكتش كله يعني المهم عم بقصر بس بنفس الوقت بتضليك تلاقي يعني ما كمان ما هي عم برجع للسورفايبينج مود بأنت إذا مقرر إنه تتنوجد ولا تتحس حالك عيش لازم تعمل هؤلأ شيء بدك تلاقي طريقة تعمل هؤلأ شيء هلأ بتتنازل بشغلات أوكي عم بتجرب ما تتنازل بالنوعية والمضمون وبالمضمون بالأول يعني والباقي منشوف طيب سؤال بس تشتغل على كتابة مسلسل في معه مصريات يعني تلهايبة اشتغلت عكتابة جزء من الفريق الأساسي اللي عم بيكتب النص جزء الخامس قلنا نحكي عن جزء الخامس والفينم ما بتحس إنه هون لأنه في الموارد المالية تقريبا مفتوحة بيقدر واحد يشتغل أكتر مش كتير؟ لا لأنه الموارد مفتوحة بالتنفيذ بس الموارد من مفتوحة بالتحضير يعني للكتابة في باجت هلأ الكتابة ممكن تخلص بشهر ممكن تخلص بستة شهر بس هذا الباجت منحض خلاص هيدا هون يعني مثلا المسلسل زاد عن فترة التصوير بس لأنه واضح هذا الشي بالنتيجة اللي طلعت بالجزء الخامس نجبروا يعني أخذ وقت كتير وفي حلقات نعاد كتابتها مدري كم مرة هون موضوع تاني كمانا هون لأنه منك أنت بس المؤرر أنت بتقترحه مرات بتصير تعيد بناءا على طلب المخرج والمونتج ما فيك تظهر برات هذه التركيبة يعني أنت منك بمحل المؤرر النهائي أنت عليك أول شي تحط اللي بدك تحطه وقت اللي بتجي الخيار لأنه ياخد شي خيار عن المخرج والمونتج ياخد شي بهذا المحل أنت بدك ترجع تعيد بناءا على الشي اللي بيناسب رؤيتهم خياراتهم واللي بدك يعيها على كل المستويات اللي هنا بيشوفه فبالتالي هي منا مثل وقت اللي أنت بتكون صاحب شغلك أنت صاحب شغلك يعني مثل ما أنا بشتغل مساحية ما بترضيك نفس الشي لا لأ لي لا بس بنفس الوقت ما بتنازل يعني وانتبه فيه شغلي كمانا هذا بالشغل كتير لذيذ أنت وقت اللي بتكون جزء من فريق وقتل أنا بقرر اشتغل معك جاد مثلا ما أنا ضمنيا بدي احترم خياراتك حتى لو ما كانت قانعتني ما أنا عررت اشتغل معك هو جزء من خياراتك أكيد فبالتالي حتى لو أنا مني مقتنع لازم لاقي المتعة بكيف أنا قادر هذا الشيء اكتبه بأكتر متعة ممكنة لأنه بتنسجم معك اللي أنا اخترت اشتغل أنا وياك وقال له بفل ما لازم كمل شغل معك إذا مني قادر لاقي هيدا الشيء حتى لو بدنا نتخانق وبدأ عاني وبدأ نطف حالي وحس حالي بتكيب حالي من الشباك يعني كل هاضي القصص نحكيون بس بمحال وقتل بكتوصل للنتيجة اللي بكتسلمة لازم تفتش كيف تلاقي هيدا المتعة لأنه بمحال عم برضي الخيار طبعك واللي أنا قررت أنه اشتغل معك بهذا الشيء تماما أنا صراحة الهايبة حاضره حتى حضرت الفين الجزء الخامس في شيء حلو فيه أنا مثل كيف Game of Thrones فيه له منطق Game of Thrones أنه هذا صراع بين هولل الممالك اللي هو فكرته أنه هيدا ما فيه شيء حلو من وآخرها هذا صراع بقتل الكل بآخر فيه محلات ببعض الأجزاء بالهايبة فيه شيء بيخرج عن منطق وجوده ما هو إذا تهريب وإذا ضايعة داشرة فعليا ما فيه دولة ما فيه شيء بالمبدأ ما فيه قصة جميلة بالنهاية ففيه محلات بيصير وكله بينفهم قصة الحب وكذا الجزء الخامس حلوة بنهايته هون spoiler alert للي مش حاضر يعني أنه آخرتها في حفلة دمار شامل ما فيش ما فيش هيدا الشخص البطل اللي دايما بدي يطلع منتصر أوكي منتصر ما بعض منتصر تماما الخامس وأروع شي فيه أنه حط كل الشخصيات وكل الأشي حتى بيكبر الحدث اللي عم بيصير رد كل الشخصيات لأنه آخرت الشيء آخرت الشيء أنت هالقد وهو هالقد وهي هالقد لو قد ما عملنا آخرت شيء وقت اللي بيجي شيء يطحناك بيطحناك أنا برأيي في شيء إنساني بكيف انطرحت الصورة اللي لأنه ما بيتغبر عليها وما كذا وهاء فيه محال رجع تحجمت لأنه وانقفلت اللي عم بيرجع ينعاد ما لازم نقول بس أنه للناس اللي ما حضرت يعني هلأ مثلا عم بعطيك مثل هلأ أنا وعم بيحكي عنه لهذا الشيء عم بيحكي عنه بمتعة فكرة عم بيحكي عنه أنا مقتنع وعجبني ما عم بيحكي عنه لأنه عم دافع عن شيء أبداً وهذا اللي عم جاري بقلك يا كيف أنت بتلاقي بعدين هلأ إذا بتسألي ممكن أنا كان عندي بمحلات اقتراحات مختلفة عن اللي طلعت بس وقت اللي بتطلع برؤية المخرج واللي خيلي بدك يا المطلوب اللي شو الرسات ولا شو مكان بس بناء على أنت حطيت بعدين أشياء منك بهايدي الرؤية ولمعت فبمبوسيت أنا بدي بس شغلة أكيد أكيد يعني طعم نحكي عن تايم حسن أما عبدو شهين أما مونة واصف كان فيه أداء للكل الممتاز بس أنا لأنه تعرفت على سعيد سرحان اللي بيعرفه بالشخصي بيعرف اديش قوي بالدور لأنه هو منه هيك هو منه هيك أبداً يعني سعيد حداً ممثل كتير 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 استصناعي فعلاً على كل مستويات بالسينما وبالمسرح وبالتليفيزيون وبيعرف كيف يعمل كيف كيف يلقط هدث وبيشتغل على حاله كتير بيعرف ينقي هلأ أنا برجع بقول لك يعني بما أنه فتحنا موضوعنا مش هناجع بقول لك كتير خياراتي بالممثلين هلأ إذا بعدلك يعني أنا أكتر الناس اللي تكرر معي بالتمثيل في بيرنا دات أحدائب طبعاً هي مرتك كبير نفس الوقت بس مش لأنه مرتك بيرنا ببلش شغل معنا قبل ما تكون مرتك وأنا مغروم فيها لبيرنا كان مسلي على فكرة مغرومة أنا بالنسبة لأيلي واحدة من المثلات اللي عن جد عن جد ما في أرونهم مع أحداً تاني على كل المستويات هل هي هل فتراً بعضي عن التليفيزيون؟ أنا بيراقي في شي تاني صاير في تركيبة ما بقى عم تقدر في حداً ما بقى عم بيلاقي حداً بمحل ولا بيرنا عم بتلاقي حالة كيف ترجع تفوت على هذا الشيء ولا اللي عم ينطلب عم يقدر يتقاطع مع هالمحل وما بدي أحكي عن الإنتاج كيف عم بيصير هلأ ولاش وكيف تم اختيار المثلين وا 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 ما بديش فوت بهذا الشيء هلأ بس أنا بالنسبة لأيلي حداً مثل بيرنادات هوا عم بيحكي لي الشغلين معي ممثل إستثنائية سعيد ممثل إستثنائية هوا عم بيحكي على مستوى التمثيل وغير على الناس الثانيين قطعوا بمسرحيات أكبر معي مثل مارش ولا هاك واليوم عم برجع لاقي مجموعة جديدة كمان اللي عم بيختارون لقلي إستثنائيين كتير حتى لو في منهم عم فكرة بالدراما ما بياخدوا مش عم بيقدروا يقلعوا مش يقلعوا هنه يعني مش عم بيقدروا ينلقطوا بيدور مثل ما هنه لازم يكونوا بس برضو هنه ناس إستثنائيين بالأشياء عم بيعملوها كتير عم بيلمعوا وهنه بعدهم عمار هيك يعني في شغلة يمكن بالعالم كلها موجودة بس مشكلتها أنه عنا مش موجود غيره بالعالم كلها فيه من هيدا الشيوز في شي تاني مثلا حدا مثل فادي أبا سامرة باعتقد يعني باعتقد إذا واحد برجع له هيك تجربته فيكون ببطولة شي بس ما بيقدر يكون بطولة شي لأنه في مواصفات للشاب الحلو وللعمر ولكذا وهذا طب سعيد عنده هالمواصفات لا ما عم بيكون بطولة شي بطولة بطولة مطلعة ما بعرف سأل ما هالي عم برجع لك يا انت عم ترجع ل حدا لأنه هو عنده القدرة أنه يعمل هايدي الأعمال ولا ينتجع ولا ما بعرف شو ولا 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 هو بياخد شو اللي أنا مطلوب مني مش معناته أنه عن نية عاطلة معناته أنه هو عبي يعمل البزنس سبعه وشغله فبالتالي هو بيقول لبلاتفورمس مطرح عم تنقرض هذا كمان عندهم طلبات هو بيقول أنه مطرح ما انت عم تعرض عندهم طلباتهم فهو مضطر يضلي خاضع لا لا أنا بالنسبة لأليه في شيء أبعد من هايك وبيحرز لمرة ينعم الخيئ يعني يعني اللي كان اللي صاروا نجوم كيف صاروا حدا يفسر لي أول ما يعني يخلقوا نجوم يعني ما في نجوم أول ما اعتبرينه النجوم أول سوري يعني مرئين شغلات ما ما بتنلكش يعني لا أنا عم بلطب يا ساند أنا بتذكر من القصص من المسلين اللي كنت حبون توفى لا لا سيمور هوفمان أكيد منه الشاب الحلو وأكيد هيدا فيه في أفلان من بطولته لأنه مش كل الدنيا الشباب حلوية ولا بنات حلوية يعني في قصص لازم تنحكي عن قصص أبدا عكس هيدا الشيء دعسل هوفمان يعني أي جمال مثلا مثلا يعني ما ياشي الحق بابا عرف إذا عنا بتجربنا هون عم بحكي عن القليلة عن اللي بتذكرهم آخر 15-20 سنة شي دور بطولي خارج مواصفات هاي الجنال إنه هي العلاقة بالمواصفات طبعا الجمال وما الجمال في شي تاني هلأ شو الشي تاني موار ما بدفوت فيه هلأ ما بدفوت على شغلات شوي حساسي بهادة الدمان وما اللي خلق أحكي فيه كل شي كل شي كل شي كل شي في مرات يعني يوصل لمحل أنا برأيي بالخيارات بتوصلك لمحل تدفشك لأسئلة وصارت حملة مرات إنه شو في موقف من المسي اللبناني ما هي مجرد ما تنطرحها قتلت جوهر كل شي عبدتعملوا إله علاقة بالفن بل كذا ومدري شو لأنه إذا أنت بك تعمل مسرح ولا بك تعمل تمثيل ولا فن إله علاقة بهوية الممثل اللي عاب يعملوا كارثة طبعا ما نحن آيالين إنه هدا الشي بيتخطى الجنسيات والجغرافيا وا 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 وهدا ما بعرف يعني هدا نقاش إن شاء الله يتجرقوا شي مرة حدا ويناقشوا يناقشوا بموضوعية أنا قريت مرة حدا إنه إنه يعملوا صار في حركة ممثلين فترة يعني الرجال يا سوريا مصير المرأة لبنانية مثلا بالصور النمطية تبعها الأساس مرأة فترة فاتت هاي الموجة كتير وفي ناس عبروا عنها ممثلين يعني وعبروا عنها عن هذا الهاجس اللي عندهم وهذا الإزعاج اللي عندهم أنا ما بدي مش ما بدي فوت فيه تهربة من الموضوع لأنه هذا الموضوع بتصور شيئك أكتر من إنه يكون بهال بالمباشرة ايه بهالمباشرة فيه شيء أكتر من هك فيه اعتبارات كتير اللي علاقة بالإنتاج بالبلاتفورمز اللي عم بينعرضوا عليهم الأعمال بالمتطلبات بالطلبات بكتير شغلات برأيك هكذا منأي أنت بتصير فيك تكون بوء وفيك تكون واللي بدك يعيك كله عمل مدمر وفيك تكون مدمر لأي شيء وفيك تكون ما مدمر لأي شيء وفيكو عندك أفكار تجنم بس أنانيتك بتدمر ونرجسيتك بتدمر هيدا كله كله بالفن هون و بالسياسي يعني مش عمبعد عن هذي اه يعني أنا عب جاوبك مرات مرات عبول أنه لاحظك شوية ثعين أنا احكي سياسي عن بعض الخيارات والمجموعات والأفكار ووا 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 يشبهو بعض شوها زيجر خلق رح نحكي شوها بالسياسة خارج حديث هكذا ختاما موضوع الهايبة هل برأيك الهايبة أسباب نجاحه هي أسباب بنفس الوقت الانتقاد الذي يوجهه له يعني فيه ناس بتقول أسباب نجاح الهايبة أول شي أنه لقت شي حقيقي بالعليقات طبعا فيه شي بيكون ممغوط شوي بكيفية التعبير وكذا بس حقيقي بس بنفس الوقت هالحقيقية هادي بصير مع كل الشياتة اللي يجب ان تعاد بكل مسلسل لانه الكاركتير في شي بيع فيه نظرنا نستخدمه نجح وانتؤد عليه بنفس الوقت الناس حبته بالاخر لك كيف انتؤد ما هي هون بدك تجي تفكر انت وقت شو يعني نجح عمل شو يعني نجح يعني مثل بالمسرح مثل بكل شي انا عملت شغلة مادة بعدتلك ياها انت تلققيتها او تلققيتها يمكن تكون عبارية بتجنن تاخد العقل هالمادة تلققيتها مع انتلك شي كبايتها كبايتها من ذكرتك ومردات فعلك وكل شي بتقول لي ما نجح الشغل مع انه كل المقاومات الفنية هو شغل ممكن يكون لامع عد محله مواصل في مرات تعمل شغلة تبعطها للناس تخلق انرجي فضيعة هكا انه بعدتلك شي انا ويتفعلوا معه كل ناس اعتبت مش معقول شو ناجح هدا الشغل هدا عم بحكي على مستوى بيجي هلأ هوني دور النقاد والناس اللي ببلش تخيط وتفصل وتعمل واللي هني كل واحد عنده دوره اوكي وبيبلشوا هوني فصله لأ وانت وعم بتروج لاسلاح وعم بتروج للعنف وذكوري انا هول قصص ايه ببعر بعر بعر بس عبلك من قصص الحياة يا فيها سياسي يا فيها دين يا فيها سكس يا فيها علقات شخصية يا فيها حشيشي اذا كلمة ما نحكي عن قصص سبس العمرة وجلة هدا عم بلك يا فبالتالي انت اجع هدا المسلسل عمل اول جزء ناجح عمل تاني جزء ناجح هلأ مش ضروري اول والتاني والتالت كله ناجح بنفس بس ناجح ايه وعملوا تالت جزء ناجح رابع وخامس جزء ناجح وكان الرهان كل الوقت ومع بدافع عن الهايبة هلأ عم بقول بالمنطق انه بس تعمل اجزاء ممكن يقشط ممكن كذا جزء الخامس انا لانه كنت عندي علاقة فيه انا برأي اكتر جزء فرع بالوقت اللي كان كل الناس منتظرين شو باع بني قدموا ايه لا راح تلقصة لمحل هكا بعيد ايه واجه الفيلم كمانا كانوا قالوا شو باع بني قولوا هلأ فيه ناس بقولوا شو هالفيلم هذا طيب شو هالفيلم هذا والناس عم تروح تحضروا ما بتحفزوا انه توقفوا وتفكروا وما عم تروح تحضروا الناس لانه الناس انه ناطرين بدون يروح يتفرجوا على تايم حسن وعلى مونة واصف وعلى رفيق علي احمد ومدرمين لان راحين عم بيحضروا لان راحين يحضروا فيلم الهايب هلأ بيحبوا باقل بيحبوا اكتر هيدا موضوع تايم هلأ في مشكلة كمان بكيف وحد بديقايم لان زواحد جايب انه هيدا الفيلم اللي هو نون كوميرشل واندرجراوند واللي فيه كذا هو فيلم اكشن اصلا مانو نطرحين هدا شي انا برأي اللي نجح هايدي التجربة هي تركيبة بغض النظر عن كل شي بدي نقولوه هلأ انا بالنسبة تركيبة كتير زكية بام منتش زكية انه تجرق وفات بهدا شي مخرج اللي هو سامر برقاوي انا برأي اعرف كيف يمشي بهدا ويخلي الاشزاء تمشي لانه كمان في محل اخرتشي هدا المخرج تبع العمل هدا اللي قادر يشوف ومش بس سامر سامر بتدخل بالكتابة كمان وبتدخل بي هلقدي ايده بالكتابة يعني كمان لازم الواحد يعطي حق لكل شي كمان لازم الواحد يعطي حق لكل شي كمان لازم يسألك هلا بعد شواء سؤال عن المخرجين وكاست كتير قوي تماما لانه نحنا بنحكي عن المسلين ونصوص بالاغلب كانت كتير منيحة بغض النظر عن كيف تقيمها انت اذا مادي ادبي ولا مش عم بحكي انا كمادي دراما عم تطلع على التلفزيون تماما اجتمعوا هادي الأصص والكمبينايشن بغض النظر عن كل التعيدات اللي كانت فيها والمشاكل اللي تصير واللي بدك يه بقيت الكمبينايشن ناشحة بتعرف انا شو مشكلة الوحيدة مع الهايبة يعني فيه أسس وحب يعني بس كله بسيطة لانه انا حضرته كله وحبيته مشكلتي واحدة هلا يمكن فيه ناس يطلع قولوا معقول عم تروج لهايبة ماشي الحال مش عم روج لهايبة هلا بسهلا مش عم روج للشي ما بعرف بحكي رأيي استخدام البطلة انه كل موسم فيه واحدة وفيه غرام وفيه قصة بتروح وبتجي هيدا المحل الاكتر شي بتحس ما في خات بيقدر ينوصل ببعضه ممكن بالفين هذا الشيء الوحيد اللي ما كتير نواجد بالمباشر انه في مية بالمية انا بهذا المحل ما بسمح لحال يجاوب لانه هذا الخيار تحديدا تحديدا لاش بيصير هدا الشيء هو من الاشياء اللي بيرأيي بتروح كدماند للكاتب بتفهمتشو عاصدي هي العلاقة بتصور بتصور العلاقة العلاقة بشي بيعتبر المنتج ومن وراه طبعا وقت بيجي مخرج بيضي حط هذا العمل انه هو يعني شغلة ربيحة او ناشحة بالمعنى الدرامي وبالمعنى العلاقة مع الناس انك انت بكل جزء في عندك بطلة بطلة وهي البطلة عبيخلق نوع من قصة مرات بالمباشر ومرات بال هيك من ورا قصة يعني هيك قصة بس بتعمل شحن عاطفة بالقصة كمان يعني بتفيد بس انه وانت بحاجة وانتبه كمان اغلب الوقت كان المنطق طبعا هذا البرنامج عبنعرض بشهر مكسف برمضان اي تماما لبالرابع والخامس منعرض برات رمضان واسبت انه كمان عادر ينجح وفرقع كتير هذي كمان سؤال المسلسلات ورمضان هلأ صار فيه شاهد صار فيه كذا صار فلتت شوي بطلت كانت محصورة بس في فترة من الوقت فعليا ما فيش شي في بروداكشن إلا برمضان لانه هو الوقت اللي كانت كل المساري وكل الدعيات وكل الاشياء بتتكسف وتنكب وهذا الشي على فكرة بلش إذا أنا مني غلطان مع الفيوتشر بأول ما بلش بالتسعينات قال عنه كانت بعد الام بي سي منى كتير موسم رمضان طبعا هلأ فيه هي اللي مبالشين بمصر الفوزير اللي كان لسنة وها إجا بوقت الفيوتشر بلش منطق البرامج اللي بتيجي برمضان بيصير في عندك تكسيف بالبرامج ومو سلسلات وا 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 إذا مني غلطان وإذا بلشت هذا الشي يكبر بالعالم العربي وبتتذكر نحنا كنا بديك الفترة الالبي سي والمستقبل وحتى الام تي في وكذا كانت كانت بعدنا التلفزيونات اللي تعتبر يعني هن للليدرز بالمنطقة كلها قبل ما تخلق كل هايدي الامبراطوريات الإعلامية كان بالأخبار ونحنا صيرنا تراجع ونحنا صيرنا تراجع وأني وعي وأني وعي وقتلي خلية هاي الامبراطوريات العصب تبعها طالع منها عنها من هون كان الموظفين ولا الخلعين ولا المبدعين ولا المخططين ولا المدرأ ولا إيه اللي بدك فبالتالي واضح هايدي التجربة كيف استمرت ونقلت شغلة خاصة بالكوتشنج يعني بلاشنا الحلقة فيه السؤال أنا متذكر بالتسعينات يعني الشيء قريع عن التسعينات فهايدي هايك الصنداج اللي صير منه جديد بس بأميركا بينعم ولايك بينسأل ما بعف إذا ألفين شخص ولا شي هيك شو أكتر شي بيخوفكم بالنمبر تو طلع الموت النمبر ون طلع الببليك سبيكينج يعني أنا بخاف بطجاري ساينفلد حتى منكت علي أنه هدا بخاف أكتر ما يكون بالقبر يطلع يحكي الوعظة طبع الزلم هو بالقبر لأنه في عالم وكذا أنت اشتغلت مع مجموعة كبيرة من الناس حتى تقديم برامج وكذا وفي مثل حكاية كتير ناس ما كانوا بهيدا الدمان يشتغلوا في ناس جايين من المحلات بعيدة قديش واحد الببليك سبيكينج شغلة هيك نفسية يعني كيف تتعامل معه يعني يطلع حضا يشو بعرف نعم بقول يقدم أرب أيضا تطلع بنت ولا شاب وبدو يوقف وعم نحكي هون في برومتر وفي كذا وفي كمان سبكتاك أنت هون شو بيصير شغلك معهم حسب حسب لأنه ما بيكون لحظة اللي بيضي يطلع بس شغله حسب العلاقة بمع مين عم تشتغيل يعني وهذا اللي شوية صغيري فرق بالشغل طبعي عن الباقيين أنت اليوم وبتصور أنت بتعرف بهذا المجال وبتعرف فيك تروح على مراكز تدريب ولا مين مكان بلا مع كل حدا عنده طريقته أنا مشان ما كذب حامل كل تجربتي بالمسرعة وشغلي مع المثلين وأنا كممثل وأنا كحدا عندي قدرة أني ارتجيل وعندي قدرة أني يركب وعندي قدرة أني يفكر وهي وبلشت تطور طريقة بالشغل مربوطة بالشخص بالنادرة أشتغل أنا تدريب لمجموعة عملتها عملتها بلبنان عملتها مرة عمل بقطر عمل بالإمارات أني مرن بنفس الوقت مجموعة مقدمين ولا مجموعة ناس عندهم شيء بدون يتعطوا فيه بس كل الوقت كل الوقت بلش مجموعة وبعدين ببلش تشتغل واحد بواحد لأنه أنا بالنسبة قللي اللحظة اللي أنت بتصير تتعامل مع الشخص اللي عم تشتغل معه وكأنه مادة قادر تتاخد منك أنت كيف وجهة نظرة كيف تدرب وهاك كلهم مثل بعض أنت خسرت تماما لكن جاي إليك أنت خسرت لأنه بيصير عندك مثل بيشبه بعضه واللي كلهم بقطعوا جمالهم بنفس الطريقة في شغلة أنه هادي اللي عم تقول أنا كانت نظريتي ويمكن غلط بس كانت بالتليفزيون خصوصا أول فترة بيكون عم تسأل حالك سوق عم كل شغلة عم تعمل صح ولا غلط وش عم بعمل وكذا بعدين ما بعرف من شي بدائي قلت أنه بالدني كل في المضمون اللي أنت بتشتغله هذا ما في سبكتاكل هذا في مضمون قاعد عم تشتغله كيفية التعبير عنه اعتبرت بوقت أنه كيف كل إنسان عنده بصمة على إيد وهاي تفتع عن كل أنا هاي خلق هاي فأنا أوقف هاي دي الوقف اللي بيعمل كلهم بيعملوا ايدهم هاي انت شو قوة إن عم تتواصل مع الناس إذا عم تواصل مع الناس كصورة نمطية خلصت علاقتك معهم للناس ما خلصت خلصت صاروا فيني في قلب عالي في قلب مثل ما هي وإنه لا حبيبي مش يعني أنا شاغل مع الناس مثلا يعني بعطيك مثل أحمد فهمي مثلا لهو واحد من أكتر الناس بيستمتع بالشغل وموسيقى وبيغنى وبنفس الوقت قدم عرب عيدل وواضح إنه عنده إلمام كتير كبير أنا من أكتر الناس المستمتع بالشغل معهم أحمد فهمي بكتش تقول له وقاف عمول إذاك هاك وقايد زلم إما هذا الزلم بيبقى عم بيشتغل عم بيحكي مخوة عم بيفكر أسرع منك وأنا بيدانته وكل الوقت وعم نتسلة بيقدر يلقط هاك على الطاير الشغلات أنت بكتش تقول له البدء لا لا لكن تبقى حط إجرك قدام وحط وجلس هذا حدا بكل حواس وبيكون موجود فإنه أنت وين بيصير تدخلك مع ناس عندهم هالتالنت طبع البرفورنس ما نصير على مستوى تاني على مستوى كيف النظم المضمون وكيف أنت تساعده بالدليفوري طبعا بالدليفوري وبش بس هك تعمله جايد بمحلات لأنه ما بيقدر يشوف متل ما أنت عم بتشوف إذا أنا عبي دينته فهون بتركب متعة تاني بتركب متعة أنه أنا سرعة البديهة طبعي لأنه أنا كمان وقت بتدخل على الهوى باللايفات أنا حدا بيرتجل وكل الناس بيعرف ولهيك مرات بيجيبوني باللايفات اللي أنا معه عم نشتغل في ناس ممكن يكونوا عم بيكرروا تماما اللي أنا عبقله نيا وفي ناس بيكفي أنك تقبلوا كلمة تفهم شو بدك لأنه أنت ويا صرته على نفس الموجة ما بيقول هاي ذاتا إذا هو مش منتباه لأ أنا بيبني عنها وفي ناس بيكونوا تبعهم بتجنن تاخد العقل بس بيلتزموا بالبرومتور بيلتزموا باللي بيقلوا نيا اللاين بروديوسر بديناتهم ووا ووا كل هذا شوالات كل حدا شي هوا ما فيك تشتغل معهم بنفس الطريقة يعني أنا إذا بدي اشتغل معك لألك مثلا خلينا عم اشتغل معك لألك قبل ما اشتغل جسمك يشتغل هاك ليش أفكارك بفهم المنطق اللي ورا الموضوع وقال جسمك بيصير عم يتحرك روبوتي مثل الروبول اللي أنا عبدربك عليه بعيد عن دماغك كيف عم بيفكر عرفت شو قصدي يعني واحدة من الاشياء اللي قد ما قل كيف تقطع جمل لك قطع جمل قد ما بدك إذا دماغك ما بيلبيك بالجمل شو بفي دون يتقطع الجمل معابل بدي مرن لك دماغك كيف يلبيك أساسا بهذا الدمان يعني لحد ما اشتغلت فيه بتنصدم من قصص اللي أنا بعتبر فيها موهب بحد زيتا في ناس بقدموا في هاب دينتون مو في حدا عم بيحكي مين مين أغلبهم آه الكل بيكون عندهم بس في ناس عندها القدرة تحكي هي وعم تسمع ميشيل سنان ميشيل سنان هاي ميشيل سنان مخيف أحمد فهمي مخيف يعني أنا فعليا اذا بتتذكر وقت توقف كن أنا يا عم بسمع يا عم بحكي بس حزار لأنه انت دماغك ما بيقدر يقول شيء بلا ما تحلل وبعدين بك تتعود علي ميشيل سنان أنا انا بتذكر بديل or no deal بالمرتة اللي أنه كنت كون عم بيشتغل معه بداية اللي أنه كان تركيبة البرنامج ميشيل سنان ودعانه يعني راح على الانتاج اوكي بسرح بقول كبريزنتر دعانه ميشيل سنان عنده القدرة هو عبيحكي بقوله الوحيد اللي كانت من قبل هو عبيحكي اتجرق احكي بيبقى عبيحكي الجملي أنا عم بحكي احمد بيركب ويمشي ماشي عنده قدرة على المخيف عدمها عندك ناس كتير موهوبين بهذا الشي عندك ناس تعرف ايقاعهم انت اذا أنا عم بشتغل بديناتهم انه بعرف قامتا بديفوت عليهم بعرف قامتا برقلهم المعلوم بعرف قامتا بكبلهم الكلمة مشان ما متوترهم وفي ناس على الهوى عندك ناس انه إلا ملاحظة على الهوى بتقوله ولا بقوله كلاس اي وبقوله واو شو هالقدرة عندهم على الهوى وشو هالذكا اذا بقل رمشي عينك بتقل لي رمشي عينك فررا بس انه عادي بس كمان في شغل ما ممكن تشتغل مع حدا لو مين مكان ولو شو مكان اذا انت قررت تشتغل معه وبينك وبين حالك كون عم تحتقر اه طبيعي لأنه ولا ممكن توصل اساسا انا بحس اذا حدا حس انه الكنفلن سيئته بنفسه عم تنصاب من خلال التعليقات على البرفورمس تبعه حكما بيتراجع انا مسلا بعطيك مثلا انا مرة صارت معي في ناس بشتغل معهم بيروحوا من خياء بنساههم لأنه ما بيعلقوا وفي ناس بيبقوا لأنه هيك في شي متعة كتير كبيرة انت ويون انا في ناس انا في حدا مرة صارت معي تركت ما كمالت لأنه ولا ممكن كنت حط انه انا ما بقى بدي انا ما بقى دي يكون جزء من هذا الزلم على الهواء او هذا الشخص يعني لأنه بالنسبة لقلي هوبلس كيس يعني لقلي وانتبه كانت بتجنني يعني انا عملت معه شي والنتيجة كانت للكل بتجنني انا لقلي ما بيعنيلي مش ما كانت منيع ما بيعنيلي هو بس هون صار في شي علاءة على المستوى الشخصي بهذا الزلم كيفوك فهي بتصير بس انه كتير عليلي يعني بالمهنة بتعمل شغلك اخر شو بتقول لك يا جماعة انا خلصت هون خلص ما بتفضل كمل وقوم معه بكل الوقت لأنه مراكبة شو بتعطينا تعليقات على شو علي انت يعني انا في كتير ناس بتقول انه بحكي ببطء صوتي كمان شوية في صوت دبل اج يعني في ناس ما بتطيقوا لأنه في شوية شي نزال وفي ناس بتعتبروا انه بيروي والبرفورمس تبعي عادة قليل العصب يعني بتصير كتير قليل مش عصب يعني عصب بس انفعل على الهوى فبتبقى هيدا وكتير بشبر بإيدي ما هلا تشبر بإيديك انسى ما تشبر بالطريقة اللي هي مزعجة للي عم بشوف لأنه انت في ناس اذا بتلجم إيديك ببوكر دماغك ها لا عادي هي التعذير هي جزء من التعذير هلا لازم تعرف تعمل كنترول لهذا شي هلا انا بقال لك مثلا الفكرة طبع الإقاع طبعك هو مرات اذا بيكون عب يعلى الانرجي مش التنسيون مش مانات عم بيصير في مشكل عب تعلى الانرجي والإقاع طبع الحلقة هدا الشي بيرد لمحل فمقبيلك بيحس حال انه لحظة شوية شوية بيعمل بيعمل قلق بالإقاع هذا اوكي هذا اسلوب هادي الطريقة في التنسيون حتى بالصوت مش الصريخ الصوت يصير في تنسيون مش ان واحد يصريخ لا لا هي النبض في فرق هلا عندك شغلة بك تنتبه لأ اذا بدك هذا شي وقت تكون عم بتحاور هلا انا بعرف انه بالمبدأ انت محضر براسك محاور بس بنفس وقت عم تتكل على اللي انا عم بحكيت تبني فبالتالي وقت اللي حكينا عن هاي بالبارت شطح القدي لانه نجرينا هدا مثلا اذا بدك ملاحظات هيك مباشا لازم تنتبه له لازم ما تسمح انه انا اعمل lead بمحال ولا تصير متكل لانه افترض انا ما بحكي منيح يمكن ما كنت عم بحكي منيح ولا ما اعطيك الاجوبة المجهود اللي بدك تعمله انا لك شو الفكرة طبعي من البودكاست كانت الفكرة طبعي انا كل فكرة التشانل انتي تيفي التلفزيون شو ما بحب يعمل انا بدي اعمل باي منطق شي اللي اعازة فاول شي هولل بطلع في حكي فيهم ربع ساعة اكيد ما في ولا تلفزيون بحط كاميرا على واحد المقابلات اول شي في طبيعة الضيوف باغلب مش بكل بدي يكون وناس عندهم شي قلو لو التلفزيون بعتبر انه هيدا ما بجيب جمهور وكذا هلا كيف من عمل الحوار انا اللي بتمنى اللي ما بوصل له دايما عكل حاد انه واحد يخلي مش حوار بمعنى السؤال جواب مثل discussion فبال discussion الطبيعية اذا انا قاعد بمطعم انا ما عندي محاور انا عندي نقاش اذا في شي interesting بطور اذا في شي مش interesting حكما بد واحد يكون عنه بجرب انا وين اتدخل اذا انا حسيت في شي هون عم بعمل ججمان اعم بأك اه انه في شي ما عم توصل ل انا موافق معك بس كمان هذا فخ لانه انت ما هلا كنا قبل شوية عم نحكي انت في تكون عندي تيفي بس في تقنيات في تستعمل ها تتخلي هذا اللي عم تعمله interesting اكتر ويقدر يروح لمحلات ياخد يعطي حقه اخر الشي بأي معنى انا بفهم انه ما يكون اصلا كتير بشع السؤال وجواب لانه مني جاي لاتسألني وجاوبك هدا اول شغلي جايت تسل عنويات ببين حقيقة اكتر عكل حال سو بتصرف طبيعي على اكيد مية بالمية ف قريدي انت كاسر كل هدا الشي لانه نحن هلا اوكي في الكاميرات وفي الشباب وفي الميكرويات وها بس انا كاسرين اللي وقت اللي بتجي للمضمون لو قد ما تقول انه بدي ايضلي مفتوح يعني يروح انت كذاب يعني قلينا نحكيه مع بعض لانه في شي بدك ايه واخر الشي لا طبيعي هدا الشي اللي بدك ما بيمنع انك تكون عمل بلان براسك لانه بيصير في متعة اكتر لألك ولألي انا انا اذا انت عامل بلان براسك بالدقي ما اتفقنا بس ما هو جزء من الريسك اللي فهو تاخده انه يوجد شيء محكوم بانه انا اريد الحضر اتمنى الحضر كله بس عقد ما هو مثل ما هو بس معك حق بقصة الهيك انا عفكرة من الانتقادات اللي بتجيني اللي انا ما افكر فيها كثير انه في محلات وعفكرة مش دايما مظبوطة لانه في محلات بعمل العكس في محلات انا بكتر حكي تليوم في محلات انا بقعد بسمع لانه بكون انا عمجرب طلقت شيء بدي اوصل لشيء هلا عمجرب لك بس في مرات انا ممكن احكيك هلا عشر دقايق بنعمل تحدي وما بعطيك شيء اه تماما اوه في سياسيين شغلتهم هالشغل بقى انا بتذكر قصة النملي والدباني والفيل يلا على كي دا يقول لك يا انا ما بدي احكيها ليش اللي بدي اقول لك يا بالتحضير يعني في مرات انت انا عم بسمعك انت بك توصل لمحل تخليني اقول عندك طريقتين اذا انت صحبي معي ولا بتعرفني ولا بتمون قادر تفوت بالمباشرة اذا لا بتصير بدك تبرم حولها للفكرة تتقدر توصلي اياها تأفتحها هايدي البرمة مش دايما بتطلع ناشحة لانه هي البرمة بتاخدك لقلك لما حلوة كأنه عم بتفتش كيف بك تسأل السؤال انا لقالي عم بسمع تبوك يا شو بدك خي ما قولك هي محلات جمان بتبعد اكيد فبالتالي هادا الشي اللي هادا عصلي بالتحضير التحضير مش معناته انك انت تكون انا حاطت على وراء وقالها ما في داعي واصلا عفكرة جزء من التدريب هو انا هادا اكتر شي مغري واكتر شي بحبه انا انك انت كيف بتقدر توصلي محال تسأل عشرين لثلاثين سؤال ما تطلع على الورقة اوه تماما وهدا اغلب الوقت في ناس بيجننهم بالعالم انا اساسا متشوف الورقة وحد عم تطلع بالورقة بحس ما عم بيسمعه اكيد اخطر شي انا عامل ضرب بمزعين على الهواء باللايفات انا في مرة سكت على الهواء معت جواب من ورا هدا الشي لانا بعتبر انا كالضايف قلت احترام بقالي انك انت تسألني السؤال بالتليفزيون بس تعرف ان الكاميرا مش عليك تبلش تعمل شي تاني اساسا في هالخاصة تبعلي بيفتح التليفون وبيصير لا 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 انو يلا يجاوبني انو يلا يجاوبني لا حبي ما جاي يجاوب انا ماني برودوية جايين تعرضوها ساعدان قاعد ما تنطلكم بالله لا لا ما بسكت خلاص ماشي وعاملة عاملة وعاملة بشراسي بعد نظامتين اليوم بعد نظامتين لا ما هو بدربهم يعني في طبقهم باللي بتسلى فيه يعني ولا بتسلى معه ولا هيك فهو اذا بما انك سألتني جزء من الاشياء اللي ممكن انت بعدين تصير تبني دينامي انت بتفرض ديناميكي انت فعليا عم تقلي بمحلية تروح ديراكت اكتر ايه لانو بتكون بدك توصل للمحل اللي عن جد عبالك انو انو تطلع جواب اللي بدك مش جواب ايه ايه تغري فوت تصل بالموضوع مثلا حسب مين كمانا نوتد ايه هنو نشتغري على هذا هلا كاراكتاري انا اكتر كمان مش اكاديميك بس بحب مش الخلاصة بحب الشرح اي بحب الشرح اي بحب الشرح يعني انت بتحلل حدا بعم يتير انا ليزو بيقرع وبيصير يربو طيب ايه بس ما ماكتنسى الناس اه خلاص متذكرا ولي بوجك عم تعاني معي طيب انت وانت بلاشت بوليتيك الساتير واسيسا هلا حكيت عن فكرة كل الاهتمام السياسي عندك اللي سابق لموضوع المسرح حتى قلت انو بالتسعينات عملت مراجعة شو هي المراجعة ما بعرف اذا عملت مراجعة لانو كنت كتير صغير بوقتها بس عملت خيار انو نحنا طالعين من الحرب والخيارات طبعا احزابنا كيف يعني نحنا لانو فتنة بالعملنا يعني وقت الفتنة على الاحزاب والوقت اللي اشتغلنا سياسي كانت هالاحزاب اغلبة عاملة تجربة الحرب تبعا وعم عم بتعل نحنا صرنا بثمانينات يعني انا كانت الفترة 14-15 سنة عم بتحكي 85-86 وها الفترة اللي صارت بشاعة الحرب الاهلية اكتر من اي افكار بس اثناء شغلة واحدة كانت العلاقة بهي الصراع الفكرة هايدي الايقونة اللي بتحكيها احنا صراع ضد اسرائيل وضد المحتل وا 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 من هاجها ولا الصراع ضد البيعي يا السوري يا الفلسطيني ففي عندك هذا الشي اللي كل واحد حامله بمحال بس بنفس الوقت غاطس بخارة الحرب الاهلية يعني خلزت الحرب خلزت الحرب خلزت الحرب ما حدا لا انا ولا انت ولا حدا اصلا واقفوا ايه لا خلزت الحرب كلنا عنا خلزت الحرب اوكي تمام لا احزاب ما كان في حدا عبيع مراجع حقيقي وازل اينا حال نرجين على الجامعة بس عم نكمل الحرب بالجامعة ما تحكي بعدك بثمانينات لا لا عم بحكي بأول تسانات اه اول تسانات ما هي اخر شي غيروا البدلي وصاروا اكرافات وصاروا بعضهم هالي ذاتوا وعندك ما حدا يجرب ينتج خطاب ولا مفهوم ولا عمل سياسي يتناسب مع انو خلصت الحرب في بلد بده ينبنى في دولة باتنبنى مش بس رجال اعمال اه او اه بوقتها اخت انا هدا موقف انو بتاعمل حركة بالجامعات كنا مجموعة كبيرة نترك عذابنا اللي محزب يترك ونعمل فعليا حركة بس العلاقة بالطلاب وبالجامعات ويكون هذا النفس وانتبع هذا ما انه عرار وما انه تخطيط ولا منطق ايديولوجي هو ردد فعل انا برأي غريزي تتقول انه صار في تجاوب صار في تجاوب صار في معركة مجالس الفروع بوقت الرجع طرح مجالس الفروع عم بحكي بالفروع الاولى لدرجة شو صار في خبيط يصير في عن جد معارك معارك بالجامعات ليش هيدا النبض ما خفها انا برأي تغير وتغير باتجاهات كتير مختلفة بفترات معينة واكتر شي برأي ملامح ونطجة بالالفان وخمسة عش وقت حملت وبلل بسبعة عشر شرين هلأ هون بيجي النقاش لكن ما منوصل لهذا المومنتم بيرجع بصير هذا الشي وراه هذا اللي بحنا عم بيتجرق يتجرق ويقول ويحكي ونقول بين بعضنا ليه بي يعطيك رأيه وتأخذ رأيك رأيه انه سبعة عشر شرين امر الفين وخمسة عشر اما حتى أربعة عشر قدار بنظر اللي كان فيها مصالح من تمثل انت اخرتا انا اليوم وقت يكون فيه ميشيل عونس ان يرجعجع سعد الحليلي وليد جنبلات حسن نصر الله نبي بري هو على القليلة هني بيعبروا عن حالهم نمثل مصالح فئة بنرسمها بنحط طلة شو هوا جسر بالنسبة لها انهم عمدت لها شو الحلول ونقل لها المعركة وتعلم معنا سبعة عشر شرين بيصير فيه انهيار مالي طويل عريض تنزل الناس ناقمة عارفة هي ضد شو غريك ما بيصول كذا تاب السؤال وقتها بدأت تصير حركة سياسية ما بحركات سياسية مصالح من تمثلون متوعدي يجي يقول بس انه لا طائفي بعدنا بالله لا طائفي انت شو انت شو بدك انت مين خصمك شو معركتك وعي متى بنخوضك مي بالمية صارت غضب والقصة اه والفورة ما بدار الثورة بتصير فورة لك انا رح قللك وجهة نظري هيك بكل بكل صراحة يعني انا برأي نحنا ما قدرنا كلنا ما قدرنا نعم نستثمر وبشعل كلمة او ناخد هذا المومنتم اللي صار انا برأي الاقوى من 17-20 هو ثماني قاب بعد الانفجار وبرضو ما قدرنا نعمل شي من ورا هذا تلوقت اللي هي اهم صورتش بس ما زاحت بس بس انا رح لك شغلة تماني قاب خطورتها كانت انه الناس كانت جاهزة لأي شي الخطورة طبعا انه اللي بيعتبروا انه هن لازم يكونوا عم بقوده ما كانوا جاهزين لأي شي ما جاهزين لشي هن جاهزين بس ل حطوا راق يازم يطالع وراق 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 سياسية ولك قدمى بيقال عن عرضهم كنا بنعمش 17-1000 ثورة بلشافية ولي بدك ياهن يعني قدمى حطين وراق سياسية للمجموعات ولا حدا كان عبياخد بعان الاعتبار هاي دي الناس ها الناس ها الناس انت شو باك حطولها بوجها اجي تقلت لك بوجه في ها المنظومة انت شو كنت عم تعمل شو عم نعمل نحنا شو اللي عم نقعد نقل لهم كيف بدنا نعمل حكومة انتقالية وكيف بدنا خمين فرقاني معه انا بدي انزل بمظاهرة مطحون الدنيا طحن حط العنوان طبعا مجتمع علماني لا بدين انزل خمين فرقاني معه مين بدي صاري مع شو مالشي اللي انت عم تقول ان هون بتفرق معه انا بيراقي ما عرفنا ما عرفنا نمشي الثورات هي عاطفة حاج نكذب على بعض في شي عاطفة الناس في عنده شي جواتها بده تنزل تفجر شوف ايران اليوم ايران شو الاديولوجي اللي عبينزلوا ما حدا نقل لي بيشرف الله يعني سفرات والمؤامرة كلنا ما كل الناس بتعرف انه كله هدا بيندرج بالمؤامرات نحنا اليوم قررنا انه بدنا نقدلج حركة منا مقدلجة نحنا بدل ما نجي نقول في هدا النبض تعالوا نشوف هدا النبض لوان فينا نمشي معه بدل ما نجي نقرر بدنا نقطره ونحطه بيكادرات وبيمفاهيم ونقلهم اندو ترواء حبيبا منو اندو ترواء لو اندو ترواء كانوا ماشيين من وقتها ما جربتوه وفتتو بالحياة وفتنا كلاتنا بالحياة انا في اشكالية هون انه اخرتا الشي العاطفي لا شك السؤال هو من يضبط الشي العاطفي اللي يصير هادف انو فيه كون عاطفي كسخ تكون كلكون لا لا انا موافق معك انا كيد بدك توصل لمحال تضبطه ولا تحط عنوين بس نحنا شو العنوين اللي كنا نحطها شو العنوين اللي اجت منحطت ما اللي خلينا شو العنوين اللي فيه شي حدا نسأل حال لا الناس ما بعد تنزل ما اوكي القمع وا 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 واللي بدك يا لاو في اخرتا انا لك انا تجربتي اجربتي الخاصة انا انا اعتكني انو اللي ناقص بالبلد من احزاب السلطة للتغييريين لغيرهم بلا الكلمة ها لال بيحب يغير انو في اخرتا مشروع سياسي بمعنى تطبيق تطبيق مش مشروع سياسي بالعنوين تطبيق بيجي بيقلك انت بيعمل شو مشكلتك انا برأي وهدي على قليل رأي ما في شي مش مشكلت بالمنظومة لانو الايحاق انو المنظومة وكأنو الاشخاص التي تشغل مواقع في النظام المنظومة مش مفصولة عن كل اللي نحن فيه في مشكلة بالنظام السياسي ما في مركز حكم مين بياخد قرار فيها ده مجموعة ناس مسيطرة على مناطق في حاجة لنرجع نخلق مركز حكم بده يفرق عن الصورة القديمة انو هيدا ما بيجي بيوزع خدمات هيدا لك حوق معو بدي ترجم لكيها كيف تخلقو رح عاطيك مثل نحن وقت الاستقال الحريري ركضوا كل تنسوها يعني في شي صار كاريكاتور شو صغيرة صارت في بعض المجموعة عم بوضعوا وزراء يعني اعتبروا انو بكرا حيجوا الحكومة هن الانتقالية كنا بوقت عم نحكي بتاعوا البيان الوزار اللي يازم هدا اللي بدنا نقاتل طيب فرض هاك نحنا بدنا يكون الشغل بالمرحلة الجاي بغض النظر لانو سموا طب مين بدكن تسموا ما بديش فوت بلاقي ما هلعبلك يا ما هي ما هني بيعرفو كيف يلعبوك مثل اليوم هلا بمعركة الرئاسة مين بدك رئيس خمش رعني مين خمش جينا اوك ما خمش فرقاني انا مع عصام خليفة اه لا مع عصام خليفة لانو عصام خليفة يعني انو انا خيم مع شي حدا طالع عم بقول اشيه عم بقول اشيه كتير واضحة اللي علاقة بالترسيم اللي علاقة بالسيادة اللي علاقة بالمصارف اللي علاقة بالناس اللي علاقة بمليون شغلة ما فرقاني معي معركة مين بدي يوعد على الكرسي في معركة الرئاسة اليوم انت وقتل في عندك ناس حاملين افكار جاي من 17 20 بيوصلوا على هايد النادو البرلماني ولو واحد بيطلع بحط عنوان واضح بشي جلسة الواحد الانتخابات النيابية الانتخابات النيابية في كل دايرة مينموم لايحة وحدة تغييرية وفي دواير فيها ثلاثة واربعة جمع هالبلد كله سوعة بعضه انا بوقت خيارك المواطنون والمواطنات لانه في المشروع السياسي بدك تحالف مع حدا بك تعلق مع حدا ما بتعرف اي اساس ما فيكش تعلق حتى معه لان هو فعليا ضد البالسلطة حبوه بيمكن عنده افضل نوية ايش بتقول اذا انت حكمت البلد بكرة لحالك شو اول عشر قصص بك تعمله ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما هالل عم جاربا لك هاي وكيف اذا هالل مصيب هاي بيجي اعلام وبيجيها تمويل تمويل مش ضروري مش عم بحكي سفرات ودول كل اللبنانيين البالخارج وبالداخل والمنظمات اللي بتعمل بالنص بتختار مين تمويل بس انا بس انا نعلك شغلي جاد وكتير صراحة انا بالنسبة لقالي مثلا انا طبعا عندي مشكلة مع مواطنون مواطنات في واضح يعني حكين والمشكلتي مش مع البرنامج مشكلتي مع كتير اشياء بتقتل البرنامج من ورا شخصانية من ورا شي يعني وهون نحنا كمان هايدي ازمة كتير كبيرة عنا انا مثلا بالنسبة لقالي بغض النظر عن شو بلا اللي كنت انت عم تعمله واللي عامله هو اكبر من اي مجموعة انت اعتبرت انه انت ما بدي قول تحت جناحة ولا تحت مسمياته ولا تحت برنامجه ولا هايك عم بحكي كتير ابي صراحة عم بيقول لك اذا شي ومش عم بقول انه اخر شي كل واحد عنده خياراته بس كمانا نحنا عم منشوف ومنقدر ومنقول واكبر دليل اكبر دليل اللي لمسته انت وما قالوا علاقة بالمناطق قالوا علاقة فعليا باللي عم بتقوله وكيف عم بتقوله قدر ان يجذب آلاف بالوقت اللي المفروض يكون بنفس الشي اللي انت عم تقولي ما قدر يجذب ميات وهذا لازم نوقش مرة نوقف ونعمل نقط حقيقي لحالنا لا شك انا لك انا بعد الانتخابات طلعت اول مؤابلة وانسألت هالسؤال بالمباشر رأيي الشخصي شغلتان شغلي بدي انا دوزن الايجو تبعي كمان لانه فعليا انا بعرف انه انا اشتغلت بالتليفزيون لفترة طويلة وانا حدا بعمر الناس المنطفضة اكتر بعمر الناس اللي هي محافظة اكتر يعني بتلاحظ مش بالصدفة اغلب الناس تحت الـ 45 و 50 سنة واغلب الناس اللي بعد محلة مكبشة وانه مؤامرات وخبرياتي اللي فوق فانا في واحد تريليتو بهيك وضع هيدا الشي بيلعب دور مباشر وما حدا يضحك على التاني جزء اساسا من الانتخابات هو الشخص نزل على الانتخابات بعرفه اذا سمعته بفهم عليه بعرف شو بده هو بده يكون موجودين بس تاني شغلة اللي هي انا لو ما في المشروع السياسي تطلع انت على التليفزيون بوش خصم سياسي ما عندك فكرة اموجان اذا بتجيني بالصحة في جواب بالصحة اذا بتجيني بالتعليم في جواب التعليم بالنقل العام في جواب بالنقل العام بالجامعات هيدا كله انا مانو البرودوية تبعي جزئيا بعمل اضافاتي بعمل انا اولوياتي بس لو ما في حدا قعد يقعد ويشتغله على اموجانيتات تبع فكرة السياسية انا برأيي الابسي تبع شغل اي حزب بها الكرة الارضية شو قديم بيشتغله مئة بالمئة فهيدا اللي بيعطيك التولز انك تفوت بصراع سياسي هادف فانا من دونه افطرد انا قدرت جمع شعبي بتصير مثل مستر لبان وانو عليش عم جمع لا لا هذا اللي بيقل لك يا ما هون اللي عم تجرب لك يا بالعكس انا اللي عم بقوله تماما مثلك معك انك انت اخرت الشي حامل البرنامج انت مقتنع بهذا البرنامج الفرق انك انت وقت اللي بتقدم هذا البرنامج افضل من غيرك كونوا صريحين كيف تربح هذا اللي عم تجرب قوله عادة لهون مش هناك انت عم بقولك نحنا مرات اللي دمرنا اللي دمر كتير اشياء وافكار هي النرجاسية والشخصانية كتير خطر هذا الشي يا خي فيه اقول انه انا ماشي الحال بالثورة الروسية بغض النظر تروتسكي شخصية استثنائية بغض النظر مين بك تقالي تروتسكي كان شخصية استثنائية هلأ انت بتاخد لأ لينين عرفت عليك وهو مزبوط بس تروتسكي كان حامل هذه الثورة وقدر يعمل فعل وتأثير كتير كبير وانا عم بحكيك من حد ربيط انو التروتسكيين هني يا لطيفي يعني بالمفهوم يجب تنتبه منهم اليوم نحنا بكل اللي صار ب 17-20 وصلنا للمحل قدرته تقطره عنوين وقدرنا نقطر برامج وقدرنا نعمل هذا الشي طيب بدل ما تفوته بالخيالق وزعبلات الشخصانية والحسابات ولمرة عملوا المعركة على اساس البرامج جربنا بس ما جربنا انا برجع بمراجعة وبعرف في ناس ضد الخيار هو من اساسه بس انا شو اخدني اترشه الانتخابات انا ما شغلت هالشغلة اساسا ولا كنت طارع انا قبل بشهر ومصر اترشه بقلي شرب النحاس وعدنا قاعدة بتفهم انت قبل القاعدة بتفهم كيف الديناميك رايح بالانتخابات كنا عارفين في شمالنا وبيروت الاولى في بولا وبعبدا في واصف الحركة اوكي كل واحد في منطقة هو عنده وجود فيها مش غلط المجتمع بده ينفرز بطريقة ما المشكل انه هولي كله معارض وكله تغييري وكله ثوري ما حدا بيتواصل مع التاني بتحطهم كلهم سوا في اختلافات اصلا بالطرح السياسة العام ما فيش برامج كتير بس بالطرح السياسة العام في اختلافات طيب كانت بوقتها الرهان واللي فشل 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 مش هين يعني انه يجي واحد يقول بدي استفيد من ظرف الانتخابات الانتخابية انه في ناس مش الكل بس في ناس همه من هادي الدباجة كله يزم طوب مقعد نيابه تبركن جره عنيقاش على البرنامج السياسة وانه ما فيش يمنزل بس لاك خي اذا انت كل همك لا مشروع سياسي ولا برنامج وقصة بس انتاجر بالعطف مت ما بيعملوا جميلات طوايف بس من هالمرة بمطلق النقمة وينية تأطلع عامل نايم اوكي رح ننزل ضدك رحنا ممكن ما نربح بس انا ما بدي نزل ضدك انا عم بخسر لبعض الانتخابات لانه بعد انتخابات شو ما نعمل مية بالمية بصورة غالبة مع اخطاء بتنعمل من اثنانة ما بده واحد يكون بريتان بس بصورة غالبة صار في منطق بالبلد بيعتبر البرنامج سياسي عبق بيخسرني صوات هدا هدا ما هوني ما انت ساعتا ما هوني عم جاري بقولك انت وقت اللي بتعتبر هدا الشي هو عبق وبيخسرك اصوات ومنه اساس يعني انت فتت من انا برأي صد بالمنظومة انا ها تماما واليوم انا اللي بديل لك هدا السؤال ها بنحكي بصراع انت وقت اللي عم بتعمل خيارات مجلس نواب هلا بالنسبة للرئيس اللي بده يجي وبيطلع ناس وبيناظروا وبيحكونا وبانه انتوا عم بت رح تخلوا يوصل مدرمين كل هدا خيي لمره قولوا لنا بدكن نكون جزريين بالطرح ولا بدكن نكون كل الوقت تسلاحيين لا على منطق التسويات فسروا لنا اذا بدكن نكون جزريين يعني انتوا عم تحملوا اللي كنا عم نحكيه بسبعة عشر شرين وعم نقول نحنا عم نعمل ثورة اذا بدكن تعملوا تسويات يعني نحنا عم نلعب اللعبة طبع نبيه بري مدرسة ما عندي مشكل انا بس قولوا قولوا انا بدي افهم انت عم بتحط هلور او ان كنت عم بتحط عنوان بيشبه لقصيدة ولا ان كنت عم بتحط لا فسر لي لا لانو انا انتخبتك انا عندك مسئوليتي جات قل لي لا ما تنظر لي انو انت بتعرف وعم تعملوا لا لا ما بتعمل شي اليوم انت عندك بينادوا ببرلمانية الكلمة اللي بتقولها كل الناس بسمعها تماما تفضل قل لي لا انت وقت اللي عم بتنزل هالورقة لا انا بعرف لا انا شخصيا بعرف لاش لا هلأ محمس لخيار وقدمة قل لي شو عنده امال مش قصيت عنده امال ايا صورة كانت عم تعمل صورة وعنده امال ما بتصير صورة غاية تماما بس تعرف المشكلة كمان في نظرية غالبة على ما يبدو انو نحنا بحاجة الانتصارات الصغيرة ايه فمشبورين نلعب اللعبة لانو اذا منعمل انتصارات صغيرة منبلش نعطي معنويات للناس انو قادرين نعمل شي انا رأيي الشخصي العكس تماما انا بدي ايك تعمل المعركة الصح وما بهمني اذا بتربحها ايه وبدتكن بالتجارب السياسية مش العون ما عمل زعيم وقتا اجا رئيس حكومة انتقالية مش العون عمل فعليا زعيم وقتا خسر المعرك ايه كانت معتبرة محقب وجسوري خسرها مش ضرورة يربحها بالتسعين لو ربحها يعني بصير السؤال متل انو مدرش كنا هلا وان كنا كان عامل رئيس جمهورية وبيطلع محا متلو انو عجزه بديبين اذا بديلعب لعبة السيستام انا ما بدي بمجلس النواب اعمل انتصارات صغيرة بكر اعمل قانون ملعنا التدخين ما بعرف وين ما فيك تعمل انتصار صغير مجلس النواب انت ما جاي تعمل بمجلس النواب يا خي ما هذا انا عم جاري بقوله انت طالع ايل انو انا طالع من حركة شعبية تشيل ما تخلي مش هيك انو عم نعمل طيب اذا بوصل لهون ما قادر قول عنوان علنا ما قادر حط موقف انا رايح على هذا المجلس النيابي حامل حامل وزر وحامل اصوات ناس انتحنوا بالشارع بعد اربعة اه ما بدي احكي بسبعة عشرين اذا ما قادر روح حط موقف بالمباشر باعتذر منك خي شو رايح تعمل انا رايح اقعد مع اللي متهم انو هو واحد من المسببين من انفجار اربعة اه وما عندك الجرعة تقول انو لا ما بدي اقعد معه لا باعتذر شو 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 تقوان بيبلش الفرق بينكم وبين الباقيين وانا هادا عطب علاهم كل يتنسوا انا قريت شغلي كتير شو اخطر شغلي على اي حركة بدي تغير النظام بين المتزوجين احنا بالنظام باللي قريت وعم بيحكي عن الارد السوسيال يعني مش النظام السياسي بس كل هال المقامات بالمجتمع وكذا اخطر شي على حدا بدي يغير النظام هو ياخد موقع افضل فيه اه اذا اخد موقع افضل فيه بيغير رأيه يمكن مشا هيك تجربة نواب 13 هو ما حك اي لانه هلأ بنعرف عن جد شو بدك لا انا يعني نحنا نحنا انت اليوم اول شي معركة رئيسة الجمهورية هي ما فيك تعمل فيها انتصارات صغيرة فيه او بتعمل انتصار او ما بتعمل بكل بسر اذا بنروح للنتيجة ما فيك اليوم اليوم بهالمرحلة فيك تعمل شغلي وحدة تقدر تقول بهيدي المعركة الشي ما قادر تقوله الا بهالمرحلة وهذا اللي عم بتقوله انا بالنسبة لقلي وقت الحدم بيطلع بحط اشياء وعنوين وافكار وطروحات وبيفضح واللي بدك ايه بهذا الوقت هو لقلي خيار لانو انا عم بعمل معركة الرئاسة منى معركة الرئيس بالمعنى الاسم طبع الرئيس وقت اللي بدي اعمل هايدي المعركة انا شو شو الرئيس شو دور الرئيس حامل دستور دور يقول لا لا حبيباتي هذا انك انت تتخلى عن الاف الكيلومترات اللي فيها سروات لولادي ولادي عودي حقنا هذا منا ما انت مش انت اللي بتقرر وهذا الشي بتعتبره انت يصار وانجاز لا حبيبي هذا حقي انا وما حدا منكم نعمل لبنان بلد نفطي حبيبي هذا النفط انتوا كنتوا كل عمركن طامسين وانتوا تقدروا تحطوا ايدكن عليه بكل بساطة بس ما هو كمان هون بيفرز واحد حاله اذا لعب سياسي ولا مفعول به لانو علق مثلا بالشي اللي بلش ومن عند سامير جعجع ومشارع معوض وسامي جميل وغيرهم قصة بدنا رئيس تغييري سيادة تغييري بتصير تانية رديفة السيادة هي الاول شي بيطلع بعدين حسن نصر الله نبيه بر عمل هيدا الفلك كله بالنيانسات تبعهم انه بدنا مين يحمي ظهر المقاومة وتوافق صار انا هلأ بدي اعطي اراءة منهم طيب انا بعتبر حالي قطب صغير كبير مش مهم قطب لشريحة من الناس عندهم هيدا انتو شو رأيكم منه مش انا شو رأي من هيدا تماما هيدا اللي عم نحكيه انا وقت البيجي بحط عنوين واضحة وبحط برنامج وهيدا كان رأينا حتى وقت الوقت الحكومة حبيبي انا وقت البيجي بحط بيان للحكومة متضمن نحنا شو بدنا كناس انت بتعطيني رأيك مش انا بدي قطب انت كيف بدي رعيلك حبيبي منصر لثلاثين سنة داعسني حارق السفاكلس تبعي ومضطر كل الوقت ضليني راعي كل الاشي لانه اي اللي ازا ما بتعمل اده الشي نحنا بكرا فيتين احرب قليل يعني انا انا كنت مع نظرية ما وعف ازا بتوفقني علي لواحد يخد اشكالية مثل يعني انا ديما بعتبر السلطة الحقيقية هي اللي قادر تحط عنوين الصراع اشو هي يعني ازا نبيه بري هو قادر يقلي مع اي رأي جمهورية انت وصير اعطي رأي بالموضوع عفت باللعبة انا اي السؤال هو في انتخابة رئاسي مشبور يكون في جواب عليا ما فيناش كمين نهر مية بالمية طيب انا في انتو بتكون اصوات نينيتكم بتكون 13 نيب انتو كل واحد بدي يعمل لي فحص دم طيب انا عندي المشروع السياسي العبر ما لا يكون كلكم سببا انا رح قال لكم انا رئاسة الجمهورية بحد ذاتها ما بتجيب ولادي يعني مفيدة ولازم تنعمل طيب اذا في اكترية تجيب رئيس يعني في اكترية المجلس مية بالمية طيب اذا في اكترية تجيب رئيس وفي اكترية يعني في هالكترية بتجيب رئيس حكومة بكرة تماما نحكي بها كلها مين مع شو من هالبرنامج وتعود نشوف مين الاشخاص مناسبين يمسلوا هيد التصور لادارة مرحلة سياسية في الرئيس وفي الحكومة من رئيسة لأعضاء واهم شي مشروع هاو كلهم شو هو نحن عمجيب اكترية عمجيب مثلا يا خمسة وستين صوت يا ستة وثمانين صوت تنجيب رئيس هاو من بعد ما جيبوا رئيس شو بيشتغلوا سوى خلاص او حيشتغلوا سوى ما هي هون هون انت بتكون هلا بيقول لك كلهم ما بدون يعطوك شي اوكي انا ضدتكون كلكون وهيدا مرايش يحب لا تلاحظه شو صغير لاش امتا كنا ما هالفكرة هالفكرة الاساس لاش امتا انت وقتل بكتعمل تغيير جهازك ما تكون اعملوا انو شي شي محبه هاي فكرة اوه ما عبسورد شو يا صغير اللي عم نعلق حالنا فيه لهيك برجع اقول لك قولوا خيي انا على اي اساس عم بعمل خياري كونوا واضحين قللي عبسقت هايدي الورقة المكتوب علي يا حبيبي يا لبنان قللي لا لا عم تسقطها مشان شو تقول انت شو اللي بدك ايه انت هادا ان شالله منكون واحد خييي واحد عندو هايدي العنوين وعم بيقول ازا معي تبنوها مش معي انتو ضدها بكل بساطة بسيطة نحن هاي عناويننا عنا خيي نايب واحد عم بيصوت عليها العنوين اللي هو بيعتبر انو هادا الشخص كرئيس بيحمله انت معه ولا ضده بدي هلا لانو ازا صوت ضده يعني انت ضده ما فيك تجيه ازا صوت معه انت معه ما جبنا اكتريه ولا جبنا اكتريه موضوع تاني بس عالقليلي انا عندي عناوين واضحة على اساس بخد معركتي هادا انا بيراقي هادا هادا اساس كلشي وقال لي حاش نفنس عبقى التغييريين وشو بك تغير تماما نغير وجوه يعني انو ماشي انت بعد كل اللي يعني اللي قطع بالحرب وقطع بفترة التسعينات وقطع بفترة الالفان وخمسة وكل اللي قطع علينا بعد عندك الاهتمام بالسياسة من موقع عمل ولا الاهتمام بالسياسة من موقع سورفايفنج انو مشبور تابع سياسة لانو حياتنا بالدق فلازم بس اعرف شو فيه ولا في شي بين عمل انا بالنسبة لقلي باسوأ اسوأ اسوأ الظروف دائما في شي نعمل انا حدا مع انو عندي منحة تشاؤمة بكيف بشوف الاشياء بس يمكن انا متشائم زيادة عن الزوم لانو ضمنيا بعرف انو اذا بتتشاؤم اي شي بيصير بيعطيك يعني فاللي بيصير بتحس انو مفعوله اكبر اي مفعوله اكبر انا لا لا ما عندي اصلا رفاهية انو اشتغل سياسي لا اشتغل سياسي عب وقت مش هدا ابدا ولا اصلا بيشتغل سياسي بالمنطق التقليدي للشغل السياسي انا حلا عندي رأيي عندي افكاري عندي الانرجي طبعي عندي الطريقة عندي الناس اللي بهموني وهك وعندي مع مين قادر اتفاعل ومع مين ما قادر اتفاعل ومع مين قادر اكون قريب ومع مين ما قادر اكون قريب وعندي كامل الصلاحية اختار هاك وهاك وهاك واللي بدك ياه انا رشيست بخياراتي يعني وما عندي مشكل بالموضوع يعني بس طبعا مش بالمفهوم اللي هني بيفرجون عنه مش الفوضى ايه ها الفوضى لانه ما هي الترجمة بالعرب شوية مش مزبوطة مش مزبوطة فلا لا انا بالنسبة لقليه شغل السياسي هو لانه مقتنع انه نحنا منقدر نعمل فرق نقدر نغير وقال لا ما نشتغل السياسي بنعمل كشافة بنعمل بدكو مهاتي انا مرح نشتغل شي تاني اخاف ضغط اخاف ضغط من ايك انا كتير بدي اشكرك طوالا عليك وعندك موعد الله وناخد بالملاحظات لانه لازم واحد يدغري يصيب ومشكرك عن جديد حبيبي جدا شكرا اشتركوا في القناة